أجواء سعيدة بها جداً لقائي الحلو بها هؤلاء الأطفال كلهم أطفال العراق رائعين الياتامة حس أنه هذه مسئولية كبيرة أنه كنا وياهم اليوم ومثل ما قلت أني أخذت عهد على نفسي أنه هؤلاء الناس رأعتبرون مثل إخواتي ومثل أهلي هنا ببيروت رأح حاول أسوي هؤلاء أشياء اليوم هنا الله يوفقهم وهذا أقل شيء ممكن أسويه إذا كنت أعرف كنت سويتها أسويه كل شهر يعني بس الحمد لله من خلال هالجمعية اللي اتصلت فيها وحسيت بها الفرحة في عيونهم فهذا أقل الشيء شازع رأس السنوية راح نشوفك حكوين مع الموسيقى رمل حمبركات في الأردن في عمال في فندق رويان حكيت قبل على عمل بيجمعك مع عاصل حلانة وين صار العمل؟ هو عمل لحن يعني كان نحكي فيه نطوي أعدت عمل لأنه أريد أنا بتحضير اليوم العلبومي إن شاء الله بفكر تلعوا على مارتش على الثالث مارتش اللي هو يوم عد ميلادي قدرة هيكون في بالألبوم حصة خليجية؟ هيكون في حصة كبيرة خليجية وحصة كبيرة عراقية هو ألبوم بريدي عراقي خليجي ورح يكون فيه أغنيتين أغنيتين مغربية ما في ولا أغنية لبنانية؟ لبنانية خنيته كتير هالمرة حعطيه بس بريك شوي وبرجع بحضر الألبوم جاه هيكون لبنانية مصري في مشاريع جديدة غير الألبوم؟ في كتير حفلات إن شاء الله بين قطر بين لبنان المغرب هل في جولة مثل الجولة الأمريكية اللي شربناها وكانت كتير ناشحة؟ هلأ عملت جولة هلأ اتصلوا فيها لجولة تانية بس بفضل أنه أعمل أركز اليوم على الوطن العربي وعلى الألبوم لأنه عندي الجولة بتاخد كتير وقت وكتير جهد فبفضل أعطي لحالي شوية وقت لأرجع أعمل الجولة شازا بكليبتي كان عندك عدة تعاونات مع جو بعيد ليه الإسرار على هيدا المخرج بزداد؟ تعاملت مع عدة مخرجين بعيد تعاملت معه في كليبين بعقابلو تعاملت مع الله يرحمه الفنان الكبير يحيى سعادة اللي الله يرحمه يا رب اللي أنا جاني شك كبير لما عرفت بوفاة وأنا كنت بالمغرب مش بس جو متل ما قالت في مخرجين تانين إن شاء الله رح يكون في تعاون بيناتهم بس جو أكيد أنه ارتحت معه يعني في شي كليب قريبا؟ أي قريبا مع العلبوم حيكون في كليب أي أغنية؟ بعد ما قررنا حصريا لحصريا شو منقول؟ بلكم الله يحسركم و الله يارب هيك بيتمنى لكم موفقية و موقع أخذ بلش ياخد صادة كتير مهم و اللي بدي أقول إنه حيكون في مفاجأات كثير حلوة في العلبوم و ممكن يكون في مفاجأة قريبة جداً حتعرفوها على حصرين قريباً حيكون في ديو بس ما رح قول مين بس تأكد كل المواضيع رح خبركم ديو مع فنان لبناني ولا عربي؟ أقول فنان عربي بل ما قول ليسا بعد ما ما بقدر أرر لتأرر كل شي والله انتو أول ناس حتعرف بدنا مني كلمة معايدة للشعب اللبناني والعراق بعيد الميلاد؟ بدي أقول لكل الشعوب العربية لبنان كان بغداد مغرب كلهم بدي أقولو سنة سعيدة بالصحة والعافية يا رب يا رب إن شاء الله يعمل سلام بكل الوطن العربي ونظلنا دائما أبدايات ونظلنا دائما إيد واحدة